أكثر من عشر سنوات وبساتين الوقف في قضاء المقدادية مهملة بعد الهجمات الإرهابية المتكررة ما أدى إلى موت أغلبها اليوم وبعد الاستقرار الأمني عادت الحياة إلى هذه البساتين الحيوية التي تغطي نحو 50% من المحاصيل الزراعية في ديالا سامر أحد الفلاحين يقطف اليوم ثمار بستانه الوضع الأمني قبل فترة كان كل شيء متردبي بحيث الفلاح يعني ما يقدر يوصل للبستان ما تعرفوا العبو بأي دقيقة مسلحين اغتيالات بالوضع الحالي الآن الحمد لله والشكر الحياة بدت تمشي صح بفضل جهود القوات الأمنية بدون مسميات الكل الوضع صار آمن بالبساتين بحيث هسا الفلاح يعني وبحيث احنا وجهالنا والنسوان تجي للبساتين مطمئننا واحنا مطمئنين أما أبو علي الذي فقد عاد لممارسة مهنة الفلاحة يعاني اليوم من نقص المبيدات فالحشرات تهاجم ثمار البساتين ما قد يعيد سيناريو موت الأشجار من جديد هذه البساتين تشتهر بزراعة التمور والحمضيات وتعد مصدر رزق رئيسي لآلاف العائلات حشرات هسا البرتقال انصاب يعني اكو برتقال وهذا انصاب لانا اكو دودة باق وذبان وهذا هو قام الشسميات سرعة برتقال وعد تمر هميا تستخدم دائرة زراعة ديالا طرقا حديثة لمكافحة الحشرات الضارة من خلال نصب فرمونات خاصة لصيد الذباب والحشرات المضرة بالمحاصيل عكس السنوات السابقة التي كانت من خلال رش المبيدات فرمونات جاذبة جنسية تجذب الذكور ويتم قتلها داخل المصائد او طعوم جاذبة تجذب الحشرات لها وبالنتيجة راح ايضا تقتل تقريبا بالنسبة للذبابات احنا صار انها الموسم الثالث من استخدم مبيدات وكانت الخطط العسكرية والتي نفذت خلال الفترة الماضية وفتح نقاط امنية داخل البساتين اهم الاسباب وراء عودة الفلاحين الى اراضيهم بانتظار دعم حكومي لتعود ديالا سلة العراق الغذائية من محافظة ديالا عمر العبيدي قناة الفلوجة